الزمن غير الزمن خالص الزمن غير الزمن خالص بس تقول لي ان الشباب دراك ينزلوا ويندفعوا انا محترم كل بتقول بس موافع عليه خالص مش موافع لك حق الاختلاف لا انه من الطيش بتأتي الافكار والخيال والانطلاق والحياة خاف على ابنك حضرتك بتقول بس من شوية حاجة غير اللي قلت لانك قلت لي ايه بس ما يعملوش حاجة غلط يعني الطيش برضو مقنن لا مش مقنن الحاجات الغلط دي مش مقننة دي حاجة معروفة انما من حق الايال انها تنطلق تمشي في الشارع كده ودر اي حد توتيج احتلامة ما بيعملوش كارسة بس ده اللي نقصده انت قاب جديد لا مش برس قاب جديد انا مطلع على احصائيات بين الدولة بتقول ان العشرة في المية من المصريين مدمنين مخدرات ومستخدمين مخدرات فانا برضو عشان الكلام ما يهربش مننا انت عارف انها راجل بقى تسلق جباله وبتاع لحد النهار ده فانا عنديش مشكلة ده بالعكس طيب قولي الطيش طب خلينا نتكادم الطيش اهو والحاجة الكويسة اهي لالاندفاع الكويس الحاجة الكويسة الموجهة يعني انا رتبت بالعقل يعني زي ما كان معانا اقرم بارح قال انا هطلع رائد فضاء بعيد اوي عنه وهو في مدرسة عمر المخطاب لكن عمل طريق ده اللي انت حركت ده حلم حاجة موجهة وادر يوصل ده حلم انا انا جالي النهار ده شفت ولد في الجامعة ما شاء الله من احد الاقاليم مدرسة طبيعية جدا من الحكومة وتحول ويث فجأة بعبقرية وطموحه وكذا الى انه راح امريكا خاد كورسز مدفوعة الاجر مش عارف من الانجي اوز اللي هي المنظمات اللي عمل لهم كذلك الله انا فاكر مش عارف بيشتغل باهم في الميكترونيكس او حاجة روباطكس اللي بيعمله انسان الآلي ده فين ده ومشاء الله ونبغ طبعا انا عايز اشوف اه لو شفته يعني الاصدق حضرتك بتكلم على الطموح الطموح لازم بس الناس اللي عندها طموح بتقدر تحقق طموحاتها بانها بتقعد الخطوة الاولى اللي كنت بقولهم من شوية يتخيل ويرسم ويشوف الليدز هيعمل ايه وازاي وكذا الخطوة التانية يدور على الطريق الخطوة التالتة يندفع ما فيش مشكلة خالص اه كويسي بننقل بقى الحاجة عشان قبل ما ننكتم الحوار ان الاندفاع ممكن ومحبب فيه احيان كثيرة لكن نرجع لنقطة البداية اللي بدأنا بها مع حضرتك انه لا بد ان تختار الوقت والحاجة اللي ممكن يبقى فيها اندفاع تمام وممكن تتعامل مع الحاجة والتمييز من عمل العقل الشاطر اللي يعرف يندفع امتى وعلى ايه فيعقل على الحركة دي في اتجاه التحقيق والنجاح والنمو الاندفاع ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بننمو صغيرين وبنجبر نجبر نجبر والواحد في نفسيته عنده شهوة ما عايزاه يبقى عنده كتير من كل حاجة كذلك الاندفاع انا بستخدم الاندفاع ده الاندفاع دافع من الدوافع لاني اكبر وانمو ولكن لو طلع عشوائي بدون نسميها ايه يعني لازم يكون البني ادم عايش في حيطة يمين وحيطة شمال وماشي في وسطهم عشان ينمو لانه لو ماشي زجزاج عمره ما هيوصل ترجمة نانسي قنقر